السلام عليكم خوتي اخواتي ومرحبا بكم بجديد في قناتكم اخبار بلادي هذا الفيديو خوتي جبنا لكم فيه مواضيع هام للغاية فالاخبار رح نوركم كيفاش الجزائريان راهم داخل في قلب غزة ويجهدون ويستشهدون وكيف ان من بين كامل الفلسطينيين داخل غزة الاعنام الجزائرية والفلسطينية هم الواحدة لا يترفرف ثماك وهذا باعتراف رئيس جمعية البركة لا يقول بالنمزون الجزائريين الى الان يستشهدون في غزة يعني الكفاح خوتي تاعد الجزائر ما هوش منطوي فقط على الكفاح السياسي داخل مجلس الامن بخصوص مجلس الامر رح نورلكم بالفيديو المندوب الامريكي يبان عين رح تبكي انو مضغطنا بزيف على الجزائر بس صحية ما حبش تسمعنا وما حبش تتنازل على المشروع التاحة علي ذي قمنا باجهاضيح لكن خوتي هذا الامر ادى لخروج الصين يعني خائم وجينيو المندوب تاعد الصين امام العالم الان خرج وقابل حماسة ليست ارهابية وانما هي حركة سياسية وايضا نقللهم بلي حماس عندها الحق كامل الحق الدافع على دولتها وذلك تسمعوا من فمو خوتي يعني للاسف راي هادر بلونغلي ما كاش تترجمها بالعربية لكن ما تخافوش نقدر نترجم لكم خوتي وايضا الجديد بهذا الخصوص هو انو البرنامان البريطاني باكمله يدعم فلسطين الان رسميا البرنامان البريطاني يصويته لصالح قرار وقف اطلاق النار في غزة وذلك نعطيكم تفاصيل تحت الموضوع انخينا في الاخبار اسبانيا قررت الاستثمار بـ 45 مليار دولار ولا مليار اورو يعني اكثر من الدولار حتى في المروك ومنح الجزائر معولة ترفع لها في اسعار الغاز بحكم انو اسبانيا تقدر تخلص 45 مليار اورو ما لا تقدر تزيد شوي باش تخلص الغاز رحمط لكم تفاصيل تحت الموضوع خوتي من اقبل من ابداو ارجوكم ما تنسوش تدعم اخوكم بالضغط على هذا الاعجاب وزيدوا اشتركونا خوتي في القناة وفعلونا الجرس هاد الامور راح تدعمنا انتصاد دولكم الحاملة السينيال شكرا بلما نطول عليكم هيا الى التفاصيل بداية بالخبر من لندن يعني مؤخرا الكثير من الدول الاوروبية بدت تعنين الدعم التحى لإقامة الدولة الفلسطينية حتى عندنا بلجيكا وايضا اسبانيا وزيدنا شفنا دول اوروبية اخرى والكثير من الولايات الامريكية التي اعلنت دعمها لإقامة الدولة الفلسطينية الاخوتي كمراكم شوفوا هذي ساعة بيك بانج المشهورة في لندن في بريطانيا راهي تكتب سيس فاير ناو يعني راهي تدعم في وقف اطلاق النار في غزة ستاوب بومينج ولا ستاوب بومز كمراكم شوفوا شوفوا الفيديو ورام يقولوا فري فري فالسطين يعني كل هذه الضجة والإحتجاجات الدعم الفلسطين جات بعدما قام البرلمان البريطانيا رسميا بالتصويت لصالح قرار وقف اطلاق النار في غزة برج بيك بانج كما راكم شوفوا الان راهي يحمل الشعارات التي تحرق تشجع على وقف اطلاق النار هاي ستاوب بومز ان غازا ستاوب بومينج غازا يعني اوقفوا قنبلة غزة سيس فاير ناو يعني اوقفوا اطلاق النار الان رشعكم خاوتي تيوموا في هذا الموضوع اخبرونا لكم في التعليقات وبخصوص الدعم لفلسطين جاءها من اكبر الهيئات فمثلا ممثل الان متحدث باسم الصين في مجلس الامن ما شيمينج يقول ان المقاومة الفلسطينية ليست ارهاب خليني ترجم لكم هايدي باش شوفوا يعني شيريقول هنا بريكينج نيوز يعني اخبار عاجلة الصين تقول ان السلاح المسلحة ضد الاحتلال منصوص عليه في القانون الدولي وليس ارهابا يعني ان حماس ليست ارهاب وها سمعوشا يقول خاوتي ترجم الآن رح يقرانهم واحد المادة من القانون القانون الدولي شوفوا شي يقولها القانون يعني التعرض ولا القانون يكفل لحق الشعوب في الدفاع عن بلدها وشرعيتها القانونية من اي تدخل اجنبي او غربي بأي الوسائل المتاحة سواء كانت حتى اذا تضمن هذا الكفاح المسلح يعني الآن هذا القانون رح يشجع الدول المستعمرة على كفاحة والنضال يعني عندهم الحق يكافحوا حتى بالسلاح من اجل استرجاع ارضهم رح يزيد اعضلهم قاونين اخرى وقلهم هذا القانون ايضا محترف بها من القاونين الدولية والآن رح يطنهم قانون اخر متعلق زعماء بالتفرقة بين الارهاب والكفاح المسلح يعني هنا يحق للشعب المتعرض لأي احتلال الدفاع عن بلده بكل ما هو متاح لهم سواء بالاسلحة ولا الكفاح المسلح يعني الدفاع تعبيرتهم يتضمن ايضا الكفاح المسلح يعني رح يقول هنا قاونين متشابهة ولكن يتحدث عن القاونين الدولية لهذا راني براني كرر في الكلام الكفاح المسلح في هذا السياق يختلف تماما عن الارهاب بل هو يعني مسموح في القانون الدولي يعني الكفاح المسلح كل هذا التفرقة بين الكفاح المسلح والارهاب محترف بها من طرف الكثير من الهيئات الدولية مثال ورح يدلهم الآن على مادة أخرى من قانون دولي آخر محترف به عالميا وهذا القانون يعني يتحدث على كفاح المسلح ضد الاحتلال من 1929 عفوا أخوتي 1999 هاي يستمر وش هاي يقول يتحدث على كفاح المسلح يعني الكفاح المسلح لأي شعب من دولة تريد احتلالهم ولداخل عليهم يعني تستعمل ضدهم العنفة هذا الكفاح المسلح لا يعتبر إرهابا وهنا أخوتي يتحدث في السياق التاعه محكمة العدل الدولية كالك التاع حماس والهجوم التاع 7 أكتوبر مهيش إرهاب وإنما هي دفاعا عن الوطن من أجل استرجاع أرض محتلة خبروناكم في التعليقات حول هذا الموضوع السمحون يا أخوتي على بالي أنا طولت عليكم في هذا الموضوع خصوصا في الترجمة الكلام اللي كان يقوله الصيني ولكنه مهم للغاية لتغير كبير في الأحداث صراحة لأنه هذه أول مرة الصين تقول بلي حماس مهيش إرهاب بهذا الخصوص أيضا المتحدث الإقليمي باسم أمريكا وش قال قال اقترحنا على الجزائر خلال بعض التوصيات بخصوص مشروع القرار الذي طرحته في مجلس الأمنة لكنها رفضت وهنا يا أخوتي نذكركم تشفون هل كان وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلين كان يتصل بوزير خارجية الجزائر لنطان أحمد عطافة كنت نقول لكم بلي يودي هذه الاتصالات هي من أجل إقناع الجزائر بشح بمشروعها وليس مجرد اتصال كما كان يظهرنا من أجل تقوية وتعزيز العلاقات يعني إذا حفظناها تعتقوية وتعزيز العلاقات لكن هذلك الاتصال في الحقيقة كان من أجل تغيير الجزائر رأيها إلى أن الجزائر رفضت وضوك هذا المتحدث الإقليمي باسم أمريكا يشرح يقول كيف هي الجزائر رفضت وكيف كانت تصل به ولكن كنا نستعمل هذه الأسابية السابقة لنكون باستشار ومناقشات ومفاوضات قمنا باقتراع بعض التوصيات والآسلة للدولة التي كانت تكتب هذا القرار الجديد ولكن بكل آسف رفضت هذه الدولة لإقبال أي من هذه الدولة هي الجزائر من توصياتنا أو النسائح من الوردة المتحدة ولذلك في نهاية المطاف لازم نحن تتحدث عن إسرائيل التي رفضت؟ لا 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 الجزائر بالنسبة للمشروع ومش حط ما كان يسمع له إسرائيل تتحدث عن إسرائيل التي رفضت؟ لا 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 الجزائر بالنسبة للمشروع ولكن في هذا النص من الجزائر كان هناك بعض الأشياء نحن نتفق عليها الآن هذه الأشياء اللي رأي يتفق عليها أمريكا رأي معولة دير مشروع قرار آخر لكنه يصب لصالح الكيان الصهيوني الأشياء اللي يتفق عليها الأمريكا ومش هي الأكثر أهمية؟ أنا أضركم على مشروع هذا القرار وهل ستقوم الجزائر بإجهاضه أم لا؟ وكان الكثير أيضا من الأخبار يتقول بالجزائر كانت قادرة تفعل المشروع كانت قادرة تضغط على أمريكا لدرجة أنها تقبل بوقف إطلاق النار لكن هذا الأمر كان رح يضرنا أكثر مما ينفعنا يعني أحيانا نقدر نضحه إيه بالصح حتى التضحية وعندها حدود فمثلا شوفوا شكلة قناة المعرفة قال يشهد الله عز وجل أن بلاد الحبيب الجزائر استخدمت على الأقل 85% من أوراق الضغط التي بحوزتها على أمريكا حتى لا تجهد مشروع قرارها في مجلس الأمن يعني الجزائر مش ديرت القرار وسكتتلا لكن تضغط على أمريكا واستخدمت 85% من الأوراق قال لك ولم تتدخر جهدا في سبيل إنجاحه وإن سألتني عن 15% المتبقية صدقني لو استخدمت هالجزائر سيكون فيها ضرر وليس منفعة ونفهمت شو رح يقصد هنا الآن مليتي ريدي زاد قادر نتفصلكم أكثر في هذا الموضوع في فيديو آخر ولكن أظن أن الأمر هنا يتعلق بأوراق الضغط القوية التي تستخدمها الجزائر ضد الدول مثلا عندك الغاز ولا أيضا قطع العلاقات ولا حتى قدر تصل إلى التدخل العسكري وطبعا كما عليكم خوتي هذا الأمر كان قادر ينهي الأزمة ولكنه سيكون ذا ضررين للجزائر أما بخصوص اللي تقولوا لي عاملها هكذا تبين جزائر ما عيش تحط مية بمية باش تدفع على فلسطين حابيت نقولكم بليكم غالطين خوتي ورح نوركم الآن فيديو لرئيس جمعية البركة الجزائرية وهي جمعية خوتي تنشط في غزة بأيادي جزائرية يدعموا الشعب الفلسطيني يوكلهم ويعطوهم المأوى بمساعدات جاية من الشعب الجزائري يعني الشعب الجزائري هو اللي رايس يساعد في هذا المساعدة أنا وإنتا نمضاني نعطونهم دراه في السي سي بي وشوفوا واش رح يقول عن تضحيات الشعب الجزائري وكيفاه يعني استشهدوا جزائريين وكيف غير الأعلم الجزائري اللي يتقيها مرفوعة في غزة شوفوا الفيديو شغ رغم ما أصاب الجزائري اللي متقابطش أعطيني راية واحدة أخرى رح ترفض في غزة غير راية الجزائر وعتبروا لي لرسالة بكي قالوا للشيغ رغم ما أصابنا ورغم الألم والله سنبقى أو فيتللج جزائر ولراية الجزائر في حتى شباب البركة اللي كانوا قايمين على المركز شباب مساكن يقدموا في الدواء وفي الماء وفي الطعام وحراسة ليلية وكذا فأول ما جاءت القضية فسقدت فوق. يعني اليوم راني تقريبا راني نتكلم لك الان على اكثر من عشرين شهيد. جمعية البركة هذي. عطاك عطاتك الدليو اقامت عليك الحجة. باللي هاني موجودة في الميدان. وهنا نقدمو في الشهادة شهيد مرشعي. وما حبسناش. تخيل اليوم تخيل اليوم. الشباب نضربوا نبالح. اللي تبليسة تبليسة نجرح نجرح. واللي يبقى صحيحة الان في الميدان يوزع. وين تلقوا شباب كم هذو رافدين رافدين الكاميرا راية. حق يا خاتي ذو مفخر الجزائر. في ذلك المركز وخاتي انا مددت لكم شو بوز بزاف هذي فيديو وليس منحبش ان نقطع الفيديو اكثر. ولكن كما راكم تشوفوا يعني راني نضحه بالدم. وايضا في المحافل الدولية والسياسية. الان خوتي خليني نختمكم بهذا الخبر. يعني اسبانيا الان من الظاهر انها يعني را عندها دراهم بيش تطيل المروك اه 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 اف وارين مليار دولار من الاستثمارات. ولكن هذو اه اه اف وارين مليار دولار خوتي حتى الاف ومسين يعني تبان مبلغ كبير. لكن كانت قسمها على عدد السنوات لزعم راي معاولة إسبانيا يدير فيها الاستثمارات تطيح لك زوج ماليار في العام لكن لا علينا خاطئ تقعد مبلغ كبير شوفوا الفيديو تطوير المبادرات التجارية إلى زيادة الاستثمارات الاتجاهين على سبيل المثال هذا ما بين المروق والإسبان هذا حقا يدخل في الفيديو ده الإكتخاذ دهت الكهاتم مقدمة بيدروشانسيز لان كم علي بيكم راح في المروق الان راح في الريباطة راي تحدث على علاقات البي راح كنت شاركت معاكم واحد الفيديو يعني حقا مهين للمروق رغم هذا الأمور اللي راي تعطيها إسبانيا للمروق إلى أنها ما قدرتش تعترف لها بمغربية الصحراء قالت لها الصحراء الغربية وليست الصحراء المغربية يعني الشانسيز قالها بفمو في هذا المنبر من هذا المنبر قالها أنا بلاي ما نكمل لكم الفيديو نترجموها الكثير من مواقع الأخبار الجزائرية اعتبرت أن هذه هي طعنة في الظهر للجزائر يعني تقرب إسبانيا للمروق هي طعنة في الظهر للجزائر لكن أنا أخوتي وتبين لي العمر ليس هكذا إسبانيا في الحقيقة راي منزعجة من المروق راي حابة يعني تعطي لها الفتاة باش تخطي أراسها من قادرتها مبلغ 45 مليار دولار يبن مبلغ كبير لكن كما قلت لكم من الـ 2050 راي 25 سبولة 26 سنو قسمها تقى 1.8 مليار دولار أيه مبلغ ولكن ليس بالضخامة اللي راي تبين للمروق 50 اللي اسبان ديرت حكا أخوتي لأنه المروق أحيانا تضغط على الإسبان كيف هدلها تبعثلها الحرقة يروحوا لأنه يعني الإسبان بعيدة على المروق ياربي 21 كيلو تعب حرط تعما ذيك جبل طارق أما المروق وش تدير يعني ترخي الدفاع وتسمح للمراركة اللي رايما عايشين في واحدة الميزيرية كبيرة تخليهم يروحوا يحرقوا الإسبان ويطغوا على الإسبان الإسبان زعجت من هذا الموضوع لا تقدش تيري عليهم لأنها تخاف حقوق الإنسان وثاني تستقبلهم ولكن يضر الاقتصاد التاحة بزافة وش تدير وش تدير راي تتفهم على المروق بيش يشدوا المهاجرين التاحة إما لاتقلها يودا حدين عندك استثمارات و50 مليار شديهم برك في الحقيقة الأمر لا يتعلق بيعني الإسبان حبت شانا للجزائر ولا شيء مثل هذا القبيل أنا لا أرىها أبدا طعنة للجزائر يعني تد كالوش تدير المروق مع الدول أخرى ولكن أنتوما خاطئي خبرونا ياكم في تعريقات هل ترون أنا زيارة شانسيز للمروق طعنة للجزائر خبرونا ياكم في تعريقات كان يقول لك أوب صح شانسيز أنا ما يجيش للجزائر شكون قالكم بلي شانسيز ما حاول شي يجي للجزائر ربما حاولوا الطالب بتاعه التلفط أنتوما خبرونا ياكم بتعريقات حول هذا الموضوع خبتي كما راكم شفت وراني شاركنا معكم أبرز على العنوين إذا أعجبكم الفيديو تدعمونا بالضغط على زل إعجاب وزيدي اشتركونا خبتي في القناة وفعلا جرس هذا الأمور كلها تدعمنا نصدى والحملات السينيال شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء